الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد عزيزي الطالب الآن مع الوحدة الخامسة من وحدات مادة أصول الدعوة رقم اثنين وهذه الوحدة تتناول جانبا مهما لا بد أن يقف عليه الداعية في كل زمان ومكان إنه جانب الوسيلة بعد أن وقفنا على مفاهيم الدعوة ووقفنا على مناهجها وكذلك طرقها ووسائلها الآن نبدأ ببيان تلك الوسائل الدعوية وخصائصها بشيء من التفصيل والدرس الأول من هذه الوحدة عنوانه مفهوم وسائل الدعوة وضوابط المشروعية وصياغته إنما تكون وفق العناصر التالية العنصر الأول نتناول فيه تعريف الوسائل الدعوية إذ إن الوسيلة هي الأداة التي يستعملها الداعية للوصول إلى تحقيق هدفه من الدعوة ثانيا نقف بك عزيزي الطالب على أنواع تلك الوسائل وكذلك نختم هذا الدرس ببيان الضوابط التي من أجلها أو بها تتضح الوسائل الدعوية عما إذا كانت هذه الضوابط مشروعة أو غير مشروعة ونبدأ الآن ببيان العنصر الأول ما المقصود بالوسيلة؟ لكل شيء بيان وتوضيح وعندما يغيب عن أذهاننا مفهوم الوسيلة فإن الطالب يقف أيضا في هذا الجانب عاجزا عن فهم ما يحيط به من معاني وقيم ونصوص انظر المقصود بوسائل الدعوة هو ما يتوصل به الداعية إلى تطبيق مناهج الدعوة من أمور معنوية أو أمور مادية فكأننا بعد أن وقفنا على المناهج لابد أن نقف على الطرق التي بها تؤدى هذه المناهج وهو ما يسمى بتعريف الوسائل الدعوية وقد أمر الله عز وجل بالأخذ بالوسائل المؤدية إلى الغايات فالمنهج غاية والوسيلة أداة ينتوصل بها الداعية إلى تحقيق هدفه من أداء المنهج يقول الحق تبارك وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ اتَّقُوا اللَّهَ وَابِتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ الابتغاء ابتغاء الوسيلة هدف والوسيلة توصل إلى هذا الهدف الذي يسعى إليه الداعية ولهذه الوسيلة معايير سنقف عليها هذا هو العنصر الثاني من عناصر هذا الدرس أنواع الوسائل الدعوية يعني الذي يريد أن يسافر يسلك في سافره سبلا عدة فقد يسير وقد يمتطي صهوة جواده أو يركب وسيلة حديثة وهذا هو الأمر الواضح كأن يركب طائرة أو باخرة أو سيارة أو ما إلى ذلك هذا ما نسميه وسائل وهي وسائل متنوعة لكن للدعوة وسائل بأنواعها أو لوسائل الدعوة أنواع هذه الأنواع من خلال تعريفنا لها نستطيع أن نقسمها إلى قسمين أساسيين القسم الأول الوسائل المعنوية والمقصود به هي ما يعين الداعية المقصود بهذه الوسائل ما يعين الداعية على دعوته من أمور قلبية أو أمور فكرية وذلك كالصفات الحميدة والأخلاق الكريمة والتفكير والتخطيط ولعلك عزيزي الطالب تقف على هذه الأمور فتراها لابد أن تتحقق في الداعية وهذه الوسائل إن كانت دعية ملما بها يستطيع أن يؤدي دعوته بنجاح كذلك من الوسائل الدعوية نوع جديد وهو أساس وهو في رأيي وفي رأيي الكاتبين والعلماء الباحثين أن هذه الوسيلة هي من أهم الوسائل بل إنها أوقع على نفس المستمع الوسيلة المادية يقصد بها جميع ما يعين الداعية من أمور محسوسة أو ملموسة كالقول والحركة والأداة والأعمال ولعل العمل هو أخطرها على الإطلاق وأشدها أثرا في نفس المدعو كأن تأمرهم بالنفقة فتنفق أنت أيها الداعية وأن تأمرهم بالصلاة والالتزام بأوقات الصلاة ويرونك أمامهم في المسجد وهكذا فالعمل هو الذي يوقع في نفس المستمع أثرا على مر الزمن أما عن أقسام الوسائل المادية فهي أيضا كثيرة متعددة هناك وسائل فطرية وهي الوسائل الموجودة في فطرة الإنسان وجبلته وتنمو مع الزمن بنمو الإنسان ذاته كالقول والحركة واللغة والأداء بأنماط متعددة فطرية في الإنسان وأيضا الوسائل الفنية العلمية كأن يكون الدعية ملما بهذه الأشياء العلمية حيث يكتسبها كسبا ويتعلمها ويتفنن في إيجادها ويطور نفسه بتطويرها كالكتابة والإزاعة والتلفاز وما إلى ذلك من وسائل فنية تعين وما أكثرها وما أحوج الدعوة إليها في العصر الحديث كذلك من تلك الأقسام الوسائل التطبيقية العملية ولعلي قلت سلفا إن وسائل التطبيقية العملية هي أكثر وقعا وأشد أثرا على نفس المستمع وتجعل لدعوته قلوبا تستمع ونفوسا تنصت وجوارح تعمل